عم بحكي سنة التسعة وثمانين بيجي لعندي ميلاد القارح اللي كنت أعرفه ويشتغل معي بالوزارة كان بعدين عمل محافظ إجا لعندي قال لي خلاص وني معود بلا فاحص بكرة بد يجي بقاء جيش ولكن بدك نساعدك تتروح الغربية منطلعك عالجبل ومننزلك منتقل له لا أنا عندي بيت أنا بروح عبايت وما عايز وفعلا أنا ركبته بعربيتي عائلتي بس حطيتها بعربيه تانية إذا وقفوني ونقلت وصلت تاني مال بلاقي ميلاد بيقلي بعد ساعة بده عين القائد جيش كان عيد الاستقلال بعد ساعة ما إجا ساعتان ما إجا ثلاث ساعات بتلفين قال لي اغتاله الرئيس روني معود قلت له اغتاله رئيس روني معود شو معناتها قال لي معناتها هلأ بنعمل لك طريقة بترجع ما حدا بيعرف لأنه ما بنعرفين بديو يجي رئيس قلت له لا أنا نقات طريقة مش قضية روني وغير روني وأنا كنت قائد جيش أو مش قائد جيش أنا خلاص أنا بدي قاتل أنا صرت هلأ بالغربية لمهم إجا رئيس لهراوي ذات الشي بدي يعمل لي فحص إنه بديو يتعرف عليه قلت له ما فيه بيجي أنا زاك وزير ألبير منصور قال لي خلاص بديو يجيبك بلا فحص كان قاعد بيشتوره وبوصل لعنده بس فتنة أنا وألبير قال له ألبير إذا بتريد تطلع لبرا طلع قال لي ليك إذا جبتك مين بدك تجيب رئيس أكين مين بدك تجيب رئيس مخابرات ذكروا عمهلك قالوا لي ما رح تعمل لي فحص وكان إيلي ألبير إنه طيب هلأ شو بدك ما تاخدوا الطعاة معه من بعد ما تعمل قاعد جيش بتعمل اللي كزا مادك قلت له لا أنا قالولي بلا فحص قال لي طيب إذا أنا أعطيتك أسامي شو رأيك إذا منجيب فلان قلت له فلان اللي بدك تجيبه زلنته لجوني عبدو مبدية لأنه جوني عبدو وقتا كان وقت الاجتياح الإسرايلي لمام فلان رئيسك كان قلت له كمان ما بيسوا لأنه كان قائد الشعبي آآ طبع ميليشيا قال لي خلص الاجتماع بخاطرة تركت رأي اشتكى علي عند الرئيس حفظ الأسد وأنا وقتا ما بعرف سوري يا حياتي مش هي في سوري ولا إيراني ولا كل علمي أنا بأمريكا وببريطانيا لمام بس كل شي بدي أعمل حسب ضميري هون بيمروا ثلاثة ايام بيظهر بيطلع عند الرئيس الأسد هيدي عرفتها فيما بعد بعد ما عملت رئيس بيقل له له الرئيس الأسد هذا ما فيني تفاهم أنوية أنا بدي يجيب قائل جاشتين قال له رئيس الأسد قال له لا أنا عم بيسأله مين رأي يجيب رئيسك كان مين رئيسه يقل لي أنا مثل ما بدي طيب أنا ما فيني تفاهم أنوية قال له قال لك هالكلام من بعد ما عملته قائد جاش قال له لا قبل مش إن هيك جاي لعندك تقل لك أنا بدي فلان قال له لا هذا إذا قال لك قبل يعني صادق لازم تجيبه وهيك إجي تقائد جاش لما بس إجي تقائد جاش مرق مرحلة أسبوع بيبعت وراي الرئيس الهراوي يلي كان وقته خايف يجي عبيروت كانوا قتلين اللي قابله وعلى الأساس بيطلب إنه إجي مطرح ما كان قاعد كان ببيت قائد المنطقة إبراهيم شيهين العميد بروح لعنده جمع كان صار لي بلاقي عنده جوني عبدو العميد كان سفيرنا بجونيف بيسلم علي منقود بيعرب على الطاولة بيفتح شنطة مستفها كلها مية دولارات قال لي هلأ أنت صرت قائد جاش نحن من سنة 82 الشيخ رفي بيبعت نص مليون دولار كاش كل شهر كل شهر مش كل سنة لقائد الجيش بما أنه هلأ أنت صرت قائد جيش هلأ من هالشهر ورايح هوا منجيبون لألك أنا عن بساطة تكرت إنه جيبون للجيش قلت له ليش كاش ليه ما بتحولوا ل مجلس الوزراء لأنه القنون بيقول لازم نقبل الهبة منحطه بالبنك المركزي لي صالح الجيش قال لي لا كيف بدك تشتري الزباط كيف بدك تجيبهم من عند ميشيل عام إذا ما بتدفعهم ما حدا بيجي لعندك وقفت أنا قال لي شو بك قلت له أنا بدي اشتري الزباط أنا جاي تموت تأعمل جيش ووطن وأنت بدك اشتري يعني انتهى الجيش قبل ما يبلش يلي بيقبل المصاري من ههم بيقبل من تاني مال قال له ليس الهير وقلتلك هاد عقلاته لو هاتن له هاون صار ياخدون ليس الهير تفزلة قدام ليش عم قول هالشي انه ليش اليوم ما في دولة بلبنان كله بيقبض من الخارج ولما بيقبض من الخارج أول ما بيصير مشكل ما بديوا يزعل اللي بيعطيه وما بديوا يزعل يلي معه بيقول نعمل تدوير زوايا هيك بيرضل كله وبيخرب لبنان لما لما عملت رئيس رجع وعمله نفس الشي يعني رجع انه هادا نصف مليون طيب عملت رئيس كنت خايف تعمل خده نوضي إليك بكتل بكتفوت على الحفز عرفت انه رئيس جمهورية بياخد قائد الجيش فإذا كلهم في وزراء ورئيس مجلس وزراء وكلهم بياخدوا لمهم انا اللي بدي اقوله اول شغلي عملتها انه بدي اعمل دمش كنت بعدي بالغربية وكان بالغربية كلها افواج اسلام جيت طلبت لواء التاني اللي كان بترابلوس كلهم سنة طلبت يبعث ميتان عسكري طلبت من اللواء الاول كلها شيعة ميتان طلبت من اللواء السادس اللي كان بباروت ميتان اللي مخلوطة كانت من كل الطواقف تقريبا وقتلهم اول فوج وطني بدي اعمله بدي اعمله بالكشفية بالبطرون كان لوقتها ما صار يقدمش بالجيش وبذات الوقت ما حدا كينقوا العسكري من حد ضيعتهم يعني كلهم كانوا يشتغلوا اكتري اللي كانوا بالبقاع يكونوا من البقاع اللواء التابعة باروت اكتريتهم من باروت لمن بعطي الامر لواء السادس وقتها عصام عطوي بنفس زيت النهار تاني وماء واثنين هوديك ما بنفسه كانوا معودين هاك مش عاجبك هامو اللي بدك ببعطلهم برقية اذا ما بتعملوا لبكرة بتبطلوا قادة الو يحيى غاد